السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الأنوار عليكم جميعا هادي الحدث دياللي انا عارفة ان التلاميذ ديالي الاعزاء والكرام ديال التليغرام خصوصا ديال التليغرام حتي الله تواصلت معاهم دابا قطلوا ماش تصبروا علي واحد ساعة لما نصور واحد الفيديو دياللي غيهنيكم من المشاكل ديال الهنداثة اه كوشيكي جاوب اه نقدروا نصبروا واخا غادي انتسنا وكتحتي فيديو هلا يخديكم شكرا بزافة الاسراء العزيمة ديالكم واتشجيعوا ولكي خليني نزيد نخدم كتر وكتر وكتر دونك عافتو واو هاد الوريقة حمقاتني عادي تحت فيها قلت ناري ما يمكنش ما نشرحهاش ليكم غادي تفيدكم بزاف غادي تعاونكم بزاف كيف ما كتشوفو الكور ديال 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 المستقيمات الهامة في المثلث اذا نشوفو شنو ما الانواع ديال المستقيمات اللي عندي في الطريانجل في المثلث داكور اول حاجة شنو غادي نشوفو دونك عندي صراحة اجباتني هاد الوريقة ما دكشي منضمو هنتو ما غادي تشوفوها عندي هنا يا لديفينيسيون تعارف عندي هنا يا لفيجور الاشكال عندي هنا يا البوان دو كونكوخ يعني نقط التقاطع واندي هنا حتى الخصائص خيلوا معايا واو وعر هدا غاي هنيكم من الدرس وغاينضم لكم حتى افكاركم وينضم لكم المعلومات فراسكم نبدو على بركة الله ما تنسوش انا غادي نكون معاكم في التعالق حاضرة باش اي واحد عندو شي تساؤل ولا شي طالب باش نكتبها اندي شنو اخر ما تنسوش تخليوا لايك الفيديو هبدو التعالق كتبوا لي اي حاجة بغيتوها ونبدو على بركة الله دونك شحال عندي الانواع ديال لدي كتر تيب ربعة ديالانواع عندي الميدياترس اللي هما الواسطات الميدياترس الواسطات الميديان المتواسطات عقلو عليها عندي الارتفاعات وعندي البسكترس هما المنصفات عقلو غادي نشوفو دابا الديفينيسيو مع الفيجور والا نحاول نشدهم بجوج والا مزيان يالا دونك الميدياترس الواسط دان سيجمون يعني واسط سيجمون هي القطعة فوالا دونك واسط قطعة اي دونك دونك مثلا ها هي عندي قطعة هادي دونك دونك الابريت نعمل الواسط ديالها هي دونك واسط قطعة اي لادروات الواسط ها هي الموسطقيم perpendiculaire الامود دونك 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 يكون عمودي على هاد القطعة اي دونك هادي سهلا نخدمها بالبركار بالكمباك ناخد يعني غيب عينية دونك دونك نعمل قوس هنا وقوس هنا وقوس هنا قوس هنا قوس هنا مهم غادي نجي هادي نقطة مهم نجي بربوندكولار هاو دونك هاد هاد الموسطقيم هاد ما تشوفو هاد الموسطقيم هاد اللي رسم الدابة كيتما بميدياتريس كيتميليز لي بجوج الحاجات اولا بربوندكولار او سيجمو ثانيا خصو يكون كي يمر لي من الميليو عقلو كل حالة حطو حداها حطو حداها الرسم دياله دونك لاحظوا معايا عندي دونك ها هو المثلات عندي تخيانجل عباسي عندي هاد الموسطقيم هاد هاد دروات هاد هاد على رسم الدابة هاد باس في المليو كذلك هذا ها هو في المليو ها هو في المليو وبربنديكولار ها هو هذا كي مرليه في المليو وبربنديكولار داكار كيت لقاوليه في واحد النقاط طبعا بثلاثة بيهم يجب أن يكونوا كيت لقاوليه في النقاط ردوا البل واحد النصيحة او واحد الملاحدة او واحد المعلومة إلا ما تلاقوش ليه في نفس النقطة عارفوا أنكم غالطين غالطوا في الرسم في الشكل الميدياترس هما كاملين بهم يجب أن يتلاقو في نقطة واحدة أجي ونشوفوا هذه النقاطة شنو اسمها نقطة اللي كتجمع ليه اللي كتجمع ليه الميدياترس ديالتخيونجل شك تسمى مركز الدائرة المحيطة بالمثلات محيطة بالمثلات عقلوا وردوا البل عاو تاني لواحد المسألة محيطة وكينا هنا محاطة وخبقي ما وصلناش لهادي ولكن ركزوا هنا محيطة وهنا محاطة محيطة هي الدائرة اللي كتكون خارج المثلات المثلات كيكون الوسط والدائرة كيفاش كندين نرسم هاد المثلات هاد او كيكون هو السنتخ ديال الدائرة هو المركز ديال السنتخ ديال الساكل يعني المركز الدائرة وكن نرسم والدائرة كتجيف هاد عاو بي سي فالرؤوس ديال المثلات يا ربي تكونوا فهمتوني دونك سنتخ دي ساكل سير كونسكخي أو تخيانجل هاد او هادا هو مركز دائرة المحيطة بالمثلات هي نقطة تقاطع هاد هاد نقطة تقاطع وكتسمى بمركز الدائرة المحيطة بالمثلات هاد اي هاد مركز دائرة المحاطة يعني ما كنتسمع المحاطة كتكون الوسط المثلات داق مزيان شنو يمكننا نعرف شنو هي اللي بخو بخياتي يعني شوفوا معايا هنايا شنو هما الخاصائس اللي كتتعلق ليا باللي ميديات خيس يعني شنو خسي نعرف على اللي ميديات خيس داك اول حاجة او اا كتساوي او بي كتساوي او سي لاحظوا معايا هذي نرسمها بشي لون مغاير باش تبليكم افضل لاحظوا او ا هادا يك هاد او ا معا او بي معا هادا بخضون معا او سي دونك هادا كيتساوي لي معا هادا كيتساوي لي معا هادا يعني عندهم نفس القياس هاد شي اللي بغيت نقول لكم اا داك المركز الدائرة الموحدة بالموثلات معا الرؤوس دي الموثلات كي يساويوا بعضياتهم اللي بغيت نفس الجملة اللي قتليكم ما هادا كل نقطة ديال تقاطع ديال الواسيطات هاد نقطة تقاطع ديال الواسيطات يعني المساحة المساحة واندوزوا دابل المتوسطات اللي هما اللي ميديان كنهضروا كنعاودوا كنعاود باش تحفظوا معايا تخرجوا من الفيديو تكونوا صافي ضابطين اموركم وما كرها تكونش تديروا جدول بحال هكا انا كنتعمت اني ما نحطش لكم هاد شي واجد وورقة واجدة أولا المعلومة ما تجيك سهلة قتمشي سهلة وما تشدهاش ما تعطيهاش قيمتها ما تعرفش حقها وقيمتها وما غادش ما غادش تستفدوا مننا ما تشتخدوها كاملة عكس إذا شديتونتومة وورقة كبيرة شديوا وورقة كبيرة مستطرة وديروا جدول بحال هكا وكتبوا لي اربعة ديال الواسيطات الواسيطات وهناك تكتبوا لي ديفنسيون فيجور بواندو كونكور اي بروبرياتي وكتبوا انتو ما كتكتبوا انتو ما كتفهموا يعني كتابتكم يفاهمينها وفاهمين معايا الدرس هتكونوا ديجا شفتوه معايا ألوغ بحالي كتتنضموا أفكاركم فعقلكو موسافي ندوزول لي مديان لي هما المتواسيطات كياني الواسيطات والمتواسيطات لي مدياتريس اي مديان قلق دون زن تريانجل اي مديان شكتعني مديان هو واحد سيجمون اي تان سيجمون كي جوان لكي جمع لي ان سومي او ميليو دو كوتة اوبوزة داكار اولا مشي كي جمع لي كي لاقي لي واح دونك لاحظوا ما يشنو قلق عندي مو تلات ابسي داكار اه مثلا خسنين دا الميديان ديال باسي الميديان ديال باسي عقله معي مزيان شنو كنقول نشد النقطة المقابلة لذك المستقيم لكذا المستقيم باسي نشد النقطة المقابلة دياله هي ا وهذا باسي غنعمل المنتصف دياله النص دياله المليو هوائي يجب ان نص و نضيف الخط هذا المستقيم الذي انشأت هذا المستقيم الذي انشأت ماذا تسمى؟ بالميد يجب أن يكون كامرية من الرأس و يجب أن يكون في المكان في الملو المستقيم و لاحظوا معي ما انتعامد دكرا؟ لن يكون هذا لا يكون هذا البربوندكولار لأن هذا البربوندكولار يجب أن يكون هذا هذا البربوندكولار لن يكون متعامد هذا هو الرمز هذا ما متعامد ركزوه مزيان كنعملكم الفرق ما بالليميدياترس الليميديان داكرا اعطيوني هاد النقطة التقاطع ديال المتوسطات شنو كنسميوها نمشيو البواندو كونكور سوى يبقى الشكل حدايا فوالا دونك سنتر كي تسمى بسنتر دو غرافيته فوالا مركز ثقل توقلو مركز ثقل سنتر دو غرافيته دونك هاد النقطة هاده اللي كي تجمعو فيها للميديان كي تسمى بسنتر دو غرافيته ودب شنو هوما اللي بروبرياتي اللي كي يرتبطو ليا بليميديان واكتبو عندكم وركزو معايا مزيان داكرا دونك اول حاجة باللاتي بات اخسين المثلة يكون حدايا والا اجي دب عنا نقرأ انتوما ديروا لي مع الشكل ديالكم هاده اجي هاده هاده اجي هاده هاده اجي هاده شحالك تسوي ليه جوج على ثلاثة اي دونك تشد هاد اي وكتقسمه على ثلاثة هالول هاده ثلاثة هيك ها واحد ها جوج ها ثلاثة دونك ها اي واجي راه ها جوج ها واحد جوج من ثلاثة جوج على ثلاثة اي داك عندي جي بي هاده جي بي هاده ها هي جي بي شحالك تسوي ليه ناقص جوج ناقص جوج مضروبة في الجي بي هاده هاده متجهات ناقص جوج ها هي جوج ها هي جوج ها هي جوج على ثلاثة هاده جوج على ثلاثة هذا هو ثاني جوج على ثلاثة على ها هو كنقسم على ثلاثة هذا كنقسم على ثلاثة وكناخد غي جوج هذا هو السنتر دكار هنا في البروبيتات كاتبين لسنتر دو غرابيتي est situيه 2 sur 3 دو شاكوين ميدين اپارتر دو سومي صاف دكلم الساقيم باش نلقى سنتر دو غرابيتي المساقيم كنقسم على ثلاثة وكناخد جوج منو واحد اكسنتر دو غرابيتي جسبر يكون فهم الميدين ندوزو دابا الميدين مزيانين فيه مزيان ندوزو شنو الاوتر الارتفاعات واح قالك دون زان تريانجل في المثالت اون اوتر يعني ارتفاع اتون دروات اول ما دا واحد المساقيم كيباس باشنو باران سومي كي دوز ليا من الرأس من واحد الرأس اكي ي بار بون ديكولار او كوته او بوزه كي مر ليا من الرأس وكي كن ليا عمودي على المساقيم المقابل ايدا اهنا ما كنهتموش بالمون الصيفات بالمليو بالواسط يعني ماشي دروري يكون كي دوز ليا من الوسط هاته لكي دوز ليا من الوضط غا يولي ليا ميدياترس احنا كندرو على الوضط دوك بالنسبة للميدياترس شنو الشروط يخصو كي مر ليا من الوسط ويكون بار بون ديكولار متعامد يعني بالنسبة للمتوسط يخصو كون في الميليو وما يكونش بار بون ديكولار بالنسبة للارتفاعات يكون كي مر ليا من الرأس هنا يخصو كي مر ليا من الرأس هنا يخصو كون متعامد باشي بدر را يدوز ليا من الوسط فوالو دونك هادك نقطة التلاقي ديال الارتفاعات شنو اسما؟ مركز التعامد ساللغتو سنتر داكار ندوزو البسكترس شنو هما البسكترس؟ هما المنصفات منصف منصف داكار نقول المنصف الزاوية ولي كي قسم الزاوية للنسبة ساللغتو قياس ديالا كي يكون بجوجهم كي يكونوا بحال بحال دونك لابسكترس دا النغل منصف زاوية ووالا انغل زاوية اي لادروات والمستقيم كي يلو partاج اللي كي قسمو ان دو انغل دمام مزور اللي كي قسم اللي يزاوية نفس القياس نفس القياس كي يكون عندهم بجوج لابا مثلا زاوية كتكون عندي قائمة المنصف كي يجي لي الوسط كترجع هادي ايش حال؟ هما بحال بحال 90 نقسم على جوج 45 دراجة 45 دراجة و المجموع كامل 90 دراجة يكون عندهم بحال بحال هذا منصف هذا بسكترس كي تخيص فوالا هذا حاجة كتتتعلق بالزاوية تكديرو ثلاثة ديال المنصفات ديال الزاوية طبعا كيتلا قوليه في النقطة هاديك النقطة شنو كتسمى؟ مركز مركز ديال السركل اسكري دون لتخيانجل يعني مركز دائرة المحاطة بالمثلات اللي كي تكون الوسط المركز ديال الدائرة اللي المحاطة بالمثلات فوالا دونك جاسبر تكون مفهوم ويكون نضمت لكم هادا الكوغ اختصرتو ومضمتو لكم في عقلكم وتكونو سفتو دونك بتتوفيق لكم جميعا اتلقوا الفيديوات المقبلة ان شاء الله دمتم في رعايتنا